بسم الله الرحمن الرحيم عرف لا أكبر كتاب وحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم جوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إن يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصوفا عنه وحاق بهم ما كانوا به يستهزمون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم لزعناها منه إنه ليأوز كفور ولئن أذقناه نعباء بعد ضراء أمست ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وطائق بي صدوك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت لذير والله على كل شيء وقيل أم يقولون اقتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهر أنتم مسلمون من كان يرين الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صدعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار بوعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أغلب ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسا وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها غالبون مثل الفريقين كالعما والعصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تنكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاط عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشع مثلنا وما نراك الزمعك إلا الذين هم رائلنا باديا وما نرى لكم علينا من فضل بل لهمكم كاذبين قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينكم من ربي وآتا لي رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طاردهم أفلا تنكرون ولا أقول لكم عندي خزائي الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعلكم لن يكتهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أمرا صحبكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربوكم وإليه ترجعون أم يقولون افتران قل إن افتريتوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتيس بما كانوا يقعرون واصنع الفلك بأعيننا ورحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغاقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ينزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقاوت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قدين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان في مازل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بالعيماء ويا سماء أقنعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بادا للقوم الظاهرين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أختم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل وير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي في علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاتنا عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب الهديم تلك من أنباء غيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها وأنت ولا قومك من قبل هذا أصبر أصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاقبة للمتقين قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثمة إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويتركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما أجيتنا ببينة وما نحن بتارك آليتنا من قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آليتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناخيتنا إن ربي على خراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حقيق ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أفاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أسنهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن ما لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينتهم من ربي وعاتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تفسير ويا قوم رأينا قتم ضاع لكم آية فذرواها تأكل في أرض الله فذرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم آذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خز يومهم إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغلوا فيها ألا إن ثمود كفوا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لم تنجاء بعجل حليم بلما رأى أيديهم لا تصل إليه نجرا وأوجس منهم خيفا قالوا لا تغف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة قائمة فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها بإصحاق وميره وراء إصحاق العقوب قالت يا ويلتا أجد وأنا جنو وهذا بعدي شيخا إن هذا لشي عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على البريد إنه حبيد مجيد فلما ذاهن إبراهيم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم آرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتين على غضغي مردود ولما جاءت رسلنا لطنسي أبيم وضاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءوا قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناجير إن أظهر لكم فاستقوا الله ولا ترسوني في ضيفي أليس منكم رجل وشيب قالوا لقد علمت ما لنا في بلاتك من حق وإنك لتعلم ما نريب قال لو أن لي بكم قوة أو آغي إلى عقل شديد قالوا يا لعد إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن موعدهم الصبح وليس الصبح مقريب إن موعدهم الصبح وليس الصبح مقريب فلما جاءنا جاءنا عليها ساخدها وأمضرنا عليها حجارة من سجيل مقضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد موعدهم الصبح مقريب وإن أمد يدى أخاهم شعيبا قال يا قوم اعود الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أقاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أذى عليكم بحفيم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمركا تترك من يعبد آباء نرى أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توفكلت وإليه أميم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوب منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما لفوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيم قال يا قوم يا ربي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف زعلمون من يجيه عذاب يرزيه ومن هو كاذب وارتقموا إني معكم رقيب ولما جاء آمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معهم برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثلين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إذا فرعون رمليه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيجه يطجم قومه يوم القيامة فأوردوه النار فأوردوه النار ومتس الورد المولود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة فاتصرف ذو المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيب وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغلت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكديم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن خاط عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم ناس ذلك يوم مجموع لهم ناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معلود يوم يأتي لا تكلوا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيب فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشيق قالدين فيها ما دامت الزمارات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك إن ربك فحال الماليب وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قالدين فيها ما دامت الزمارات والأرض إلا ما شاء ربك قالدين فيها ما دامت الزمارات والأرض إلا ما شاء ربك وإنا لم وثهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا عوز الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لهم ما ليوفينهم ربك أعبالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تغوه إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون واقب الصلاة طرق النار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاخرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أجرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأسلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل أن نغص عليك من أنباء الرسل ما نتبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظته ودفع للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون